رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رفع التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة منح شركة الرجل الحديدي البحرين نسبة 89.1% على تنظيمها لسباق الرجل الحديدي الذي يقيم شهر ديسمبر من العام الماضي وفوق المعدل العالمي بنسبة 2.9% مشيرا سموه أن هذه النسبة جاءت متوافقة مع الدعم الكبير الذي يقدمه جلالة الملك المفدى للرياضة البحرينية ورياضة الترايثلون بصورة خاصة الأمر الذي وضع البحرين في مرتبة متقدمة من الناحية التنظيمية بالإضافة إلى تحقيق فريق البحرين للتحمل الثالث عشر وفريق البحرين للترايثلون لإنجازات كبيرة على مستوى بطولات العالم وتعتبر هذه الدرجة عالية جدا على مستوى الدول المنظمة لفعاليات الرجل الحديدي الأمر الذي يؤكد تنظيم البحرين للبطولة بطريقة احترافية لم تصل إليها أي دولة في العالم وأشار سموه أن البحرين دائما ما تكون في الطليعة عند تنظيمها للفعاليات الرياضية التي تقام على أرضها وتبحث في جميع تلك الفعاليات عن الرياضة وقال سموه أن البحرين باتت من الدول المستقطبة للبطولات العالمية لعيدة أسباب يأتي في مقدمتها دعم جلالة الملك المفدى وهو الداعم الأكبر والأول لمسيرة تطوير الرياضة البحرينية بالإضافة إلى متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد ونوه سموه إلى أن هذا الإنجاز العالمي شكل دافعا لمواصلة العمل لترسيخ مكانة البحرين العالمية والمحافظة على تلك الإنجازات وتعزيزها معاهدا سموه جلالة الملك المفدى بالمضي قدما في مسيرة تطوير الحركة الرياضية البحرينية واستقطاب المزيد من البطولات لتقام على أرض البحرين للترويج لها ولمنجزاتها الحضارية التي حققتها في العهد الزاهر ترجمة نانسي قنقر